ما هي أهم التوقعات لموليد الجوزاء لعام 2019؟ وهل هذه السنة جيدة وتحمل أمال لكم؟ أريد أن هذه السنة الشراكة والتواصل مع الآخرين يعني ممنوع التفرد بالقرار ممنوع تشتغل على زوءك وبنراسك وبارتجاه كل شيء يجب أن تشارك في الآخرين تسألون رأيون تحصل على موافقة ربما أو على نوع من التفاهم مع الأطراف الأخرى مينما كانت هالأطراف سواء كان شريك عاطفي أو شريك مهني أو سواء كانوا بعض الأطراف اللي انت وييهن على علاقة مهنية أو اجتماعية في انفتاح على أطراف كتير جديدة به السنة هي بتلعب دور بحياتك بتكون لإلك الملاز في بعض الأحيان أو بتشكل تحدي في أحيان أخرى يعني انت بتتأثر بالآخرين بها السنة فحاول انك تنقيهم مناح حاول انك تعرف انه يكونوا هالأشخاص جيدين بحياتك وأوعى انك تسيق الاختيار هاي سنة الاستثمارات المالية كمان والأرباح لكنها بتكشف عن ثغرات ببعض العقود والملفات يلي لازم تعيد النظر فيها بتدرك انه الحقيقة ما بتشبه دايما الوعود بس بدهم يعدوا واو بيكبروا الأمور ما تصدقها دايما بتكون أقل بكتير من الكلام الذي يقال و بتكتشف السنة انه الكلام ما بتمت يعني الحقيقة ما بتمت بصلة للوعود المغرية اللي أمليها عليك بعض المسؤولين أو بعض المراجع بخيب ظنك؟ اي شوي مع انه انت الجوزاء عادت تطلع من المشاكل بسرعة يعني عندك قدرة على عدم الغوص ببعض المشاكل والمقاسي قادر انك تنطفد على بعض الواقع و انك تواجه هالأمور بأعصاب متينة وهيدا شي بميزك دايما بيبتسم الحب كمان وبتحملك الأفلاك ارتباط او زواج او علاقة عاطفية مميزة بس كمان بالمقابل يمكن يكون فيه فك ارتباط يعني الصينة يا ارتباط يا فك ارتباط ليش؟ لانه جوبيتر ببرج القوس يعني بمواجهة برشك يما بيعطيك الحظ كتير بطريقة مفاجئة الى علاقة بشراكة او بيحجب عنك في بعض الاحيال هيدا الحظ او بيوقعك ببعض الافخخ اذا كانت مثلا علاقتك متوترة انت مقبل على انفصال ولو بدنا نسميه انفصال ودي من الممكن كمان عزيزي الجوزة وهيدا مش غريب عنك انك تضحي باستقرارك من اجل حب او غرام قد يولت فجأة يعني بتقع بالغرام وبتجي بتخربت حياتك ربما او بتحاول انك تتقرب من هالحبيب على حساب استقرارك وحياتك يمكن العائلة عليك الحال بكضيش السنة مغامرة لا تقتسع ويمكن تترك مكان من اجل مكان اخر او تترك حبيب من اجل حبيب جديد بعرف اذا عم يسمعوني اللي بحبه الجوزات ما رح ينبسطوا من هالحكي بس طبعا هذا مش محتى مع الجميع لا في احتمالات تهدم السنة بشؤون مصرفية وعقارية وتأمينية ودرائبية يعني الشؤون المالية بتستحوز على كثير من اهتمامك وتفكيرك اما اذا واجهتك مصاعب فهالسنة بتحملك دعم غير متوقع من فئة قادرة او من بعض الفئات وبالمقابل عندك منافسة كتير جديدة يعني لح يكون عندك مشكلة من منافسة قوية لح توقف بوشك دعم من ميلي ومنافسة من ميلي ارباح من ميلي وبعض الخيبات من ميلي تاني يعني سنة شوي متموشة بس بالاجمال فيها مغامرات وفيها احلام سعبية على الصعيد الشخصي بيشهد شهرين من السنة هني ايار مي وحزيرة عن الجول حدث عائلة مهم او مناسبة بتحتفل فيها بفصل الصيف بتحقق حلم بعد فترة من السعي بيجي الصيف وبتحقق لك حلم بنهاية السنة في عندك مصالحة يعني اذا انت اختلفت انت وشخص او اذا كنت على اجفاء مع بعض الفئات بتعرف باخر السنة مصالحة ويمكن عودة الى مكان افتراقت عنه او اختلفت انت واصحاب هذه هي بالاجمال السنة مع تفاصيل كثيرة بالكتاب وكل شهر انا على موعد معكم شهريا تنعطي بالتفصيل شو بيصير معنا وشو هي التوقعات الجديدة ترجمة نانسي قنقر